اشتركوا في القناة طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح رح ينكث فيها حتى ساعة مساء يوم الاثنين اللي هو الساعة 44 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج أنه بيكون الناس في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدناه من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا مجموعة من الزوايا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة 11 و13 دقيقة ظهرا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و28 دقيقة ظهرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ولكن اللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب لأتفه الأسباب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار هذا شوي رح يكون طويل فعشان هيك بيكون تنتبهوا لأنه هذا بيبدأ الساعة 12 و28 دقيقة ظهرا وبيستمر لغاية صباح يوم الثلاثاء ساعة ثمانية ونص صباحا دائما لما بنتقل القمر من برج لبرج في آخر زاوية بيبدأ خلو المسار لغاية ما يشكل أول زوايا حتى لو كانت زوايا غير متصلة فهذا اليوم زي ما حكينا هو من خلو المسار الطويل وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي بين الساعة 12 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لغاية الساعة 38 و30 دقيقة صباحا فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا في زاوية بطيئة أثناء خلو المسار رح تصير صحيح هي إيجابية وتأثيرها رح يكون جيد برضو على الجميع فعشان هيك حاولوا أنكم تركزوا عليها خلال الفترة هاي لأنها رح تستمر تقريب السبع أيام وهي متشكلة هاي زاوية زاوية تثليت إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 47 و44 دقيقة مساء عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط أو نشاطات بتتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والتنقلات لدى البعض أما بالنسبة لخلو المسار القادم فطبعا غدا إن شاء الله رح نحكي عنه عمر القمر طبعا القمر الجديد ثلاث أيام في تمام الساعة 4 و37 دقيقة صباحا بيصبح 4 أيام نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 45% القمر في الأسد حتى يوم 13 سبعة منتحس بنسبة 40% عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% الآن ولكن مع ساعات الظهيرة بصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحس بنسبة 75% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم أي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشتراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة والظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات طبعا بالنسبة للكواكب الشمس موجودة في البيت الرابع طبعا سعيدة ساعدة طبعا بتعطيه بما أنه على البيت الرابع فهي السعادة بتصير على مستوى العائلة والعلاقات العائلية على المستوى الأمور المالية العائلية ممكن تهتم ببعض المناسبات البيتية أو العائلية في الفترة هاي في بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا في أمور العقارات أو بيفكروا بالترحال من بيت لبيت أو بدهم يشتروا بيت الفترة هاي ممتازة جدا ممكن تحقق من خلالها نجاح شخصي القمر موجود في البيت الخامس ولكنه منتحس فهذا بيخلي شوي يصير عندك شعور بعدم الرضا ممكن تشعر أنه الآخرين ما بيفهموك بشكل كبير عطارت بما أنه في البيت الرابع بشكل زاوية قوية جدا فمعناته رح يفتح عندك سرعة بديهة عالية للتفاهم في الأمور العائلية أو لإقناع العائلة بوجهة نظرك وبرضو هاي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة والقيام بمشاريع بتتعلق في أمور إما في المنزل كصيانة أو مشتريات أما بالنسبة للزهرة فما زالت منتحسة وهي موجودة في البيت الخامس فعواطفك يعني بتكون بالفترة هاي مفرطة ولكن ممكن يكون في قلق على أحد الأحبة أو تنشغل مع أحد الأحبة بمسألة ما فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك أما بالنسبة للمريخ فهو في البيت الخامس منتحس بيغلب على سلوكك العنف وممكن أنه تزعل أنت أحد الأحبة أو أحد الأبناء وبسوء تعاملك ولياقتك في علاقاتك العاطفية فممكن تكون شوي يعني متسرع في أحكامك ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم هذا اليوم ممكن تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزام وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية طبعا الشمس موجودة في البيت الثالث وهي سعيدة فبيلعب القدرة على الإقناع والتواصل بتكون عندك قوية جدا ممكن تنشط باتصالاتك بتحركاتك وهي بتعطيك ميزة ممتازة بالفترة في منكم ممكن يكون على سفر أو يخطط لمواضيع لها علاقة بالإلكترونيات بالاتصالات بالاستراد والتصدير التجارة المحلية كلما دولا بيستفيدوا في هذا الموضوع بتزيد قوة ملاحظتك بشكل كبير بصير عندك فضول فكري يعني حابب أنك تتعلم كل شيء وتعرف كل شيء وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين أما بالنسبة للعطارد اللي في البيت الثالث وبرضو سعيد جدا فهاي فترة مهمة للقيام بأسفار أو دراسة أو العمل أو إنجاز بعض الأعمال اللي بتتعلق بتنقلاتك أو حتى الإقناع على مستوى التجارة المحلية زي إقناع بالتجار أو اللي بيشتغلوا في أمور السيلز أو اللي بدهم يروجوا لعمل معين برضو ممتازة للمشاركة في اللقاءات والندوات وها الأمور الفكرية اللي عنده امتحانات بالفترة هاي بتكون لصالحه أما بالنسبة للقمر بما أنه في البيت الرابع ومنتحس فشوي بيخلي أجواء البيت أو الأجواء العائلية تكون مشحونة شوي وممكن توصل عند بعض الأشخاص أنه الجو بيكون لا يطاغ في المنزل أما بالنسبة للزهرة فهي في البيت الرابع برضو منتحسة فهاي بتعمل تقلبات في الأطوار وغير مستقر وبتخليك لا تحسن اختيار الشريك أما بالنسبة للمريخ في البيت الرابع منتحس فبتخلي في نوع من أنواع الخلافات على مستوى البيت وبتصبح الحياة في المنزل على بعض الأشخاص غير محتملة برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط في أمور تتعلق بالتنقلات والاتصالات طبعا بالنسبة للقمر بما أنه في البيت الثالث ومنتحس فبتعرف نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع المحيط وبتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء ممكن ترغب في التهرب من الواقع أو من العمل أو من الدراسة أحيانا وبعض الأشخاص رح يواجهوا نوع من أنواع الصعوبة أثناء الدراسة بتتطلب منهم جهد وما يعتمدوا على الحضود أما بالنسبة للزهرة في البيت الثالث فهي منتحسة فهي بتعمل نوع من أنواع التقلب وبتبدل عواطفك وبتجعلك تتلاعب بقلوب الأشخاص اللي بيحبوك أما بالنسبة للمريخ فبتزيد عدوانيتك وهي بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات وسوء التفاهم عليك تجنب الانتقادات والحدية أثناء الحوارات انتبه أثناء قيادتك وأثناء تحركاتك وتفقد سيارتك بشكل جيد الشمس في البيت الثاني سعيدة بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو على وضع معين جيد وهاي بتساعد بمساعدة أشخاص دون وفوذ بتكون أو أشخاص من منصب عالي وبزيد ميلك للتبذير أما بالنسبة لعطارد في البيت الثاني موجودة وقوية جداً فهي ممكن تخليك تسمع خبر صار بخصوص عملك وتحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية وبرضو لا تحصيل أموال حقوق لا إلك أو إنك تحصل على بعض المكاسب برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش إنك تتفائل وتستغل للفرص أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الأول عندك والآن تقريباً نقدر نحكي إنها بلشت ترمي بظلالها على العشرية الثالثة ويعني بلشت موليد العشرية الثالثة هي اقترب موعد عيد ميلادهم فعشان هيك العشرية الأولى والثانية هم أكثر المستفيدين العشرية الثالثة أقلهم لأنه الشمس لسه ما وصلت لعندهم يعني ما إجا عيد ميلادهم فلسه بشعروا بس مش بقوة الحضود طبعاً الشمس في البيت الأول بتزيد من حيويتك وبتقوي من وظيفة جهازك الهضمي والمناعي وبتمنحك شخصية متألقة بتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة للعطارد في البيت الأول برضو سعيد وهاي العشرية الأولى اللي بيستفيدوا منها أكثر شيء فممكن يتمكنوا من إنجاز بعض الأعمال المهمة ويجدوا سهولة في متابعة دراستهم أما بالنسبة للقمر في البيت الثاني منتحس فممكن يكون فيه نوع من أنواع صعوبة على مستوى ميدان العمل وارتكاب بعض الأخطاء نتيجة التهور أو النفقات اللي لا طائل منها أما بالنسبة للبيت الزهرة في البيت الثاني منتحس فرغباتك الشريهة ممكن تدفعك لطرق مشبوهة المريخ في البيت الثاني منتحس فممكن يعني خلي فيه نوع من أنواع النزاعات مع رفاقك في العمل ومع رئيسك لأسباب مالي عليك تجنب التبذير برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحها وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الثاني عشر يعني في بيت متعبك وهي سعيدة فبيزيد ميلك للأمور الروحانية وروح تضحية حتى في هاي الفترة وممكن ترغب باكتشاف بعض الأمور الغمضة القمر في البيت الأول منتحس بالنسبة لإلك فهذا بيخليك شوي تضخم بعض الأمور وطاعة المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق فقدانك لثقة بالنفس بيجعلك مزاجي ومتقلب أما بالنسبة للعطارد في البيت الثاني عشر سعيدة تجد حلول للتخلص من بعض المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك الزهرة في البيت الأول منتحسة بتكون طائش ورغباتك شرهة وممكن تفسق علاقة بسبب تقلب عواطفك المريخ في البيت الأول برضو منتحس فبتكون سيء المزاج نافذ الصبر ممكن هذا يسبب لك بعض النزاعات مع محيطك عليك تجنب الإفراط يعني ضبط الأعصاب مطلوب لأنه ما زالت الأمور كلها ضاغطة بسبب الكواكب المتجمعة كلها عندك أو في بيت متعبك فعشان هيك ضبط الأعصاب ما زال مطلوب برج العذرة بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط حاول أنك تنظم أمورك وحاول أنك تضاعف مجهوداتك طبعا الشمس القمر عفوا موجود في البيت الثاني عشر منتحس فبكرة بصير عندك بتتحسن الأجواب ولكن الآن بتميل لتضخيم صعوباتك حاول أنك تكون أكثر واقعية وحاول أنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة أما بالنسبة للزهرة في البيت الثاني عشر منتحسة وهاي ممكن تخليك تتعرض لمشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة أو فسخ علاقة أما بالنسبة للمريخ فهي في البيت الثاني عشر منتحسة فبيزيد عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين أما بالنسبة للشمس فهي في البيت الحادي عشر سعيدة بتتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقات جيدة بتكون مع الأصدقاء وممكن يكون لك كثير من الدعوات أو النشاطات الاجتماعية في هاي الفترة أما بالنسبة لعطارد فهو في البيت الحادي عشر وبرضو سعيد فممكن تعرف تتعرف على أصدقاء جدد أو تتلقى أخبار سارة عن أصدقاء بيقيمه في مكان بعيد أو تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية وخصوصا مع أصدقائك برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن يكون عندك نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس طبعا الشمس في بيتك العاشر وهي سعيدة فممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وبتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين أما بالنسبة لعطارد فعطارد في البيت العاشر سعيد فممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ أما بالنسبة للقمر فهو في بيتك الحادي عشر منتحس ممكن تعرضك لخيبات أمل بسبب بعض الأصدقاء الزهرة في بيتك الحادي عشر منتحسة عليك الحذر من الأشخاص اللي بيدعوا صداقتك وبيحاولوا خداعك بدك تكون منتبه وانتبه على أموالك برضو حاول أنك ما تكفل أي شخص بالفترة المريخ في بيتك الحادي عشر منتحس برضو بدك تتجنب الدخول في أي جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور الأمور وتصل لحد الفراق ما بينك وبين أصدقائك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم إش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية والمطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية هاي فترة يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة تطلب منك شوية حذر الشمس في بيتك التاسع سعيدة بيزيد ذكاك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل وهي فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطلة أو الاهتمام بالدراسات الجامعية عطارد برضو في بيتك التاسع بلش دخوله من يوم أمس فهي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء القمر في بيتك العاشر منتحس فهي بتعمل بعض المشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكاب بعض الأخطاء أو الإهمال الزهرة في بيتك العاشر منتحس برضو بتكون أناني في علاقاتك وهذا الإشي ممكن يعرضك لبعض خيبات الأمل ممكن يتضرر نفوذك وسلطتك وممكن تتعرض لانتقادات في محيطك فعشان هيك دير بالك من مخالفة القوانين أما بالنسبة للمريخ في بيتك العاشر فهو منتحس بتزيد عدوانيتك واندفاعك برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تتلقى أو تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل ممكن تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصعاد بالنسبة للقمر في بيتك التاسع منتحس فهذا بيخلي خيالك الجامح يخلق لديك مخاوف غير واقعية أما بالنسبة لبيئة الزهرة في بيتك التاسع فهي منتحسة ممكن يعني تخليك تدخل في بعض المغامرات العاطفية بتلحقك منها أضرار خصوصا مع شخص غريب أو ممكن تعرف صعوبات بتحول دون تحقيق مشاريعك المريخ في بيتك التاسع منتحس اتجنب التعامل مع الغرباء وحاول إنه إذا كان عندك سفر أو عندك أمور علاقة بالتناقلات يعني اتفقد سيارتك وتفقد أمتعتك بشكل جيد ما في داعي للمجازفات والمغامرات أما بالنسبة للشمس الموجود في البيت الثامن فهي سعيدة زيادة في الأرباح تعطيك عن طريق شراكة أو زواج أو تركة وهذا الشيء ممكن يزيد من اهتماماتك بالأمور أو المواضيع الروحانية عطارد في بيتك الثامن سعيد بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون والنفقات المالية برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويد ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو بأمور مالية مشتركة طبعا القمر في بيتك الثامن منتحس وهي بتخلي فيه نوع من أنواع المخاوف الوهمية تسيطر عليك عليك تجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بأصدقاء جيدين وتسلية نفسك أما بالنسبة للزهرة فهي في بيتك الثامن منتحسة بتبالغ في الملذات الحسية من ما يعرضك للأشاية أو غيرت خصومك منك أما بالنسبة للمريخ فهي في بيتك الثامن برضو منتحسة بتميل للقيام بمجازفات وهذا شيء ممكن يخليك تتعرض لبعض المشاكل في عملك أما بالنسبة للشمس فهي في بيتك السابع سعيدة بترغب في القيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار والأمن بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو مع شركاء العمل عطارد في بيتك السابع سعيد بتكون علاقاتك مع زوجتك أو زوجك أو شركاءك مرضية بيطبعها نوع من أنواع العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات وخصوصاً إن الأجواء بتكون لصالحك برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابية ما بينفعك التوتر ولا الجدال وعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة لا تتسرع باتخاذ القرارات طبعاً الشمس في بيتك السادة السعيدة بيزيد حبك للعمل وبتبدل جهود تكافى عليها بتحتاج للتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني عطارد في البيت السادة السعيد وهي بتخلي عملك يصبح ممتع بالفترة وهي وبتزيد حيويتك وصحتك بتكون جيدة أما بالنسبة للقمر في بيتك السابع منتحس بتجد صعوبة في التواصل مع شركاك أو مع زوجتك أو زوجك وبتميل للعزلة وعدم الاكتراث الزهرة في البيت السابع منتحس بتحب المديح والإطراء وممكن يعني يعني ما تكون مخلص في عواطفك أما بالنسبة للمريخ في البيت السابع فهو منتحس ممكن تعرف نزاعات في منزلك أو شقاقات مع شركائك برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن طبعا القمر في البيت السادس منتحس فهذا بيخليك تجد صعوبة في العمل وتشعر بالضيق وممكن تحس بأن الحظ تخلى عنك بهاي الفترة الزهرة في البيت السادس برضو منتحس ورغم تظاهر بالمحبة فالمودة عندك بتنقصها نوع من أنواع الحرارة المريخ برضو في البيت السادس ومنتحس وهذا ممكن يخليك تتعرض لا أشياء لها علاقة ببعض الالتهابات أو الجروح أو الحروق في ميدان العمل فبدك تنتبه من هاي الأمور أما بالنسبة للشمس في بيتك الخامس زعيدة هاي بتمنحك تقدير الجنس الآخر وممكن تحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة للتسلية والترويه عن النفس والتقرب من أحبائك وأبنائك أما بالنسبة لعطارد في البيت الخامس فهو سعيد فممكن تعرف لقاءاتك متعة معينة وبكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء